دكتور خالد خاليني أسأل حضرتك إزاي نقدر إحنا نتخلص من اختلال التوازن ده علشان نقدر إحنا نحقق الأمن الغذائي في ظل هذه الزروف ليس هناك سواء تحول أخضر ليس قدامنا حل كده سواء في الزراعة أو في الصناعة أو حتى في المدن الخضراء إحنا محتاجين زي ما قلنا دلوقتي النهضة تبقى نهضة شاملة ليست حكومات ولكن مجتمع ومواطن يشعر بهذه النهضة أنا عايزة أقول إحنا الزراعة إحنا في تغيير سيستم كامل لطرق الزراعية والاستخدام نصر ثم من خلال التكيف من خلال إنتاج سولالات تتكيف مع التغيير المناخية تحمل درجات الحرارة المرتفعة تحمل الملوحة العالم اللي هي متوقعة 100% إحنا كل المتكلم فيه درجة ونصف مقوية من بعد الثورة الصناعية العالم كله في 2015 مؤتمر بريس كله اتحدى على أن لا تزيد درجة حرارة درجة ونصف 2016 وصلنا لدرجة ونصف درجة حرارة الأرض التفعي ثم عادل إحنا بقول إحنا مش عايزين نوصل إلى هذه الدرجة نعيد تاني هذا التغيير في لغاية 2025 طبعاً ده ممكن يحدث مع الاستمرار في ضح خازين ملوسات غازات الاحتباس الحراري لأخطر غازات ليس هناك دولة تنجو أو يمكن تقول لهذه الدولة غير منتجة لغازات الاحتباس الحراري لكن درجات مختلفة لكن بقول غازات طول ما فيه غازات احتباس حراري طول ما يوجود التغيير المناخي